كريم يسأل يقول قلنا يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك يقول هل كان نوح مثل آدم كريم أخي الفاضل العلماء يطلقون على نوح الأب الثاني العلماء يطلقون على نوح الأب الثاني لكن ما عندنا نص في القرآن أو السنة أخذوا هذا من الحالة التي كانت في عهد نوح فنوح عليه السلام لما أغرق الله الأرض ما بقي إلا نوح ومن معه فهؤلاء بدأ التناسل تقريبا من نوح عليه السلام وإلا معه من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل لكن يطلقون عليه الأب الثاني يقول نوح الأب الأول وعفوا آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني لكن فرق بين آدم ونوح آدم اللي تناسلت منه البشرية ومن ضمن هؤلاء نوح عليه السلام لكن نوح لما كان أول الأنبياء وقريب من آدم من عهد آدم عليه السلام قالوا بأنه هو الأب الثاني ترجمة نانسي قنقر